اهلا اعزائي المشاهدين حديثي كيف اكون مقبولا لدى الله تعرف حبائي واحدة من الاشياء اللي بتعجبني في شخصية المسيح انه ما تطلعش على علية القوم ناس لابسي بدلات بعرفش من الاخترع بدلة انا بحبش لبس البدلة على فكرة بس شكله مجبور البسها لانه يقال لما بتطلع التفي لازم تلبس بدلة لكن اللي بشوفونا على البرامج التاني دائما مش لابس بدلة على كل حال مش بيطلع على الناس الابرار ولا الناس اللي كل حياتها المقياس تبعها امام الناس واو فلان كتير كتير اعمال حلوة وفلان شهادته كويس وضائق حسنا بس السؤال لما الله بينظر لقلبك شو بشوف يمكن الناس عم تمدحك والناس عم بتتكلم كلام حسن فيك لكن بالحقيقة انت عارف من جوه خربان من جوه ملوث الفرصة مفتوحة للك اليوم انك تطلب بالرب بتعرفوا اللي بعجبني بشخصية المسيح المسيح عرف افكار الفرسين المتدينين كانت افكار خبيثة كانت افكار هدامة كان افكار فيها شكاية ونميمة المسيح قبل الخطاء والعشرين العشرين كانوا يدنون منه بعدين سألوا يعني ليه طيب رباي كبير مثل المسيح عم بيقضي وقته مع الخطاء والعشرين والزناه اللي كانوا بيقتربوا اليه والنساء والاطفال المهمشين في المجتمع كانت اجابة المسيح لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى لم اتي لادعو ابرارا بل خطاطا الى التوبة تعرفوا الشعية صحاح الاول بقول كل الرأس مريض كل يعني الكل سقيم من هامة الرأس لا اخمص القدمين مرض ضربة احباط لم تشفى فالانسان ملوث بالجسد والنفس والروح احبائي ولا يمكن ان يعالج هذا التشويه الا الرب نفسه كما هو مكتوب انه ليس بارا ولا واحد ليس من يفهم ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد والكتاب بقول لانه باعمال النموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه اشتركوا في القناة